اهلا بحضراتكم من جديد طبعا يعني النهاردة هو يوم استثنائي علشان كده احنا يعني عاملين سترس جامد قوي على هذا الموضوع اليوم استثنائي في المجتمع المصري لانه بيشهد اول تطبيق لقرارات فتح للمقاهي ودور العبادة بعد اغلاق استمر لأكتر من 3 شهور الحقيقة انه على قد ما فيه ناس كتير طبعا سعيدة جدا بالقرارات دي الناس طبعا لتضررت اقتصاديا اصحاب الكافيهات وغيره لكن الاغلبية العظمة برضو خايفة جدا حطين اديهم على قلبهم وده لان فيروس كورونا لسه يعني هو لسه موجود يعني خلينا يا جماعة بس ما نخلطش انه الكافيهات فتحت فده معناه انه الفيروس مش موجود لقى الفيروس موجود ده بالعكس ده الاجراءات الاحترازية هتبقى الضعف عن الاول لانه انت عارف انه فيه اماكن دلوقتي تفتحت اي نعم نسبة الاشغال هتبقى 25% فقط ولكن برضو هتبقى انت قاعد قلقين ايه الاجراءات بقى الوقائية اللي احنا هنحتاجها هيكون شكلها ايه في مرحلة الفتح او مرحلة التعايش مع كورونا والموجة الاولى لكورونا في مصر وصلت لحد فين كل الاسئلة دي واكتر هنعرف ايجابتها مع ضفنا وهو دكتور اسلام عنين استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا سهلا 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 خير تاني لقاء مع حضرتك وبنستفيد منك كتير اهلا بك مرسي في البداية بقى خلينا نقول يعني مرحلة بقى الفتح ما بعد انتشار كورونا او مرحلة الفتح في مرحلة التعايش مع الفيروس حيكون شكلها ايه طيب يعني خلينا ابدأ باللي انت قلتيه في المقدمة يعني لان النهاردة مش عيد الناس كان بتحتفل مبارح زي ما يكون النهاردة العيد ومبارح الوقفة اه وانا جايلك النهاردة شايف الناس وقفة عند القهوة مستنية القهوة تفتح فهي بالضبط زي ما انت قلت احنا بنفتح الاقتصاد عشان الناس اللي عندها شغل وتضررت اقتصاديا مش عشان الفيروس انتهى فبالتالي احنا محتاجين نجد التوازن ده الناس اللي فاكرا ان خلاص طالما الحكومة قالت ان احنا هنفتح الاقتصاد ان احنا خلاص سيطرنا على الوضع لا احنا لسه حتى مش متأكدين ان احنا وصلنا للزروة الارقام لسه بتزيد اغلبية السيناريوهات ان احنا هنفضل لغاية اغسطس فبالتالي احنا دلوقتي محتاجين ناخد اجراءات احترازية اعلى من الاول بما اننا بنا في الشارع اكتر ما احنا عادين في البيت فده النقطة اللي الناس محتاجة تاخد بالها منه انت هتنزل بدون داعي ما لاش لازمة الموضوع ده موضوع معمول عشان الناس اللي بتشتغل عايزة ترجع الشغل الناس اللي عايزة ترجع مصانع وهكذا مش عشان ان احنا ننزل نتفسح وخصوصا لو حد كبير في السن حد عنده امراض مزمنة يبقى الوضع كما هو عليه خطة التعايش معمولة عشان الاقتصاد مش عشان الترفيه فيه ناس بعد هذا القرار اللي هي قرية دي ملتزمة جدا بالنهاية يكون فيه حظر منزلي والالتزام الاجراءات الوقائية وميخرجوش للضرورة قالوا احنا هنستمر على نفس الوضع ولا كأننا سمعنا حاجة ولا كأننا عرفنا انه فيه فتح كافهات او ان احنا هنفضل في الشوائر لساعة عشرة يعني احنا هنلتزم بالوضع وحنفضل قاعدين في بيوتنا تعالى نمسك الناس الملتزمين الاول نقول هل يشددوا ايه زيادة عن اجراءاتهم الاحترازية بعد فترة انه بقى فيه فتح يعني ده معناه ان انا معرضة برضو ان قابل ناس عرضت نفسها لانه تقعد مع حد عنده كورونا في كافية الله اعلم يعني الناس اللي التزمت ودون ناس جمال يعني هيبدل زي ما هو هو مش مضطر ينزل ده كويس جدا الحاجة الوحيدة اللي محتاجين يخلوا بينهم منه هؤلاء ضيوف لانها طالما الناس يبقى فيه اختلاط احنا دايما بنتكلم في كل مرة عنه ان الشخص المصاب يعدي كان شخص سليم فمتوسط العالمي ان الشخص المصاب بيعدي من اتنين لتلات اشخاص سلام ما شاء الله فالمفروض ان ده بيقل احنا الفترة اللي فاتت قلت يعني الشخص المصاب بيعدي تقريبا اتنين او اقل ناس سلام ده حاجة في منطقة الخطورة فلو ده زاد تاني لو ابتدى الرقم ده يزيد تاني هنوصل الى الرقم تاني تبتدي تعله طبعا فالفترة دي محتاجة تباعد اجتماعي زي ما هو محتاجة كمامات بقى اجباريا اجباريا لمية في المية من الناس موضوع الكمامات ده يعني كل الدراسات يعني كان فيه دراسة في امريكا مؤخرا على تأثيرها على الكيرف وعلى الاصابات ووجدوا ان لو 80% من الشعب واحنا فتحنا الاقتصاد وفيه تعايش 80% بس لابسين كمامات مش 100% الكيرف يخلص بسرعة جدا والموجة تخلص لو طبقنا على ارقام مصر في اول اغسطس لو 50% من الشعب هو اللي التزم و50% لقى من الناس اللي في الشارع الكيرف يمد ممكن ما يخلص في اغسطس ممكن يكمل لو 20% بقى يحصل تفاكم بيسمى سيرج يحصل تفاكم في الاصابات يبقى زي الموديلز بتاعة امريكا اللاتينية واروبا وليحنا مش عايزين نوصل فاحنا نقول للناس احنا سلحنا الوحيد طالما موجودين في الشارع هو الكمامات سلحنا الوحيد للناس الملتزم وقاعدة في البيت لو وجالهم اي ضيوف برا برضو لسه فيه تبعات اجتماعي وبرو فيه كمامات عشان نعدي الفترة دي وزي ما نقول كده هنخلص لان يعني انا عارف الناس زهقت كلنا زهقنا مفيش حد ما زهقش بس عايزين هتخلص بسرعة لقدر الله لو حصل تفاكم تاني في الاصابات هنزهى اكتر لان غالبا هنقعد تاني بقى في البيت اجباريا الحاجات هتقفل صحيح كله هيتقزي برضو تاني كله هيتقزي تاني اه ده حقيقي طيب نيجي بقى عند الافراد اللي تضرروا نفسيا يعني مش حاجة على ماديا دلوقتي اللي هم اصحاب الاشغال يعني ولكن الناس اللي هي تضررت نفسيا من ان هي متعودة تصلي في مسجد او تصلي في كنيسة ما كانتش عارفة تتجمع التجمعات للصلاة او الناس اللي نفسها تروح الكافية حتى تشم هوا وتشرب كافية مش لازم طبعا شيشة مفيش شيشة خلاص ايه الاجراءات الوقائية اللي يتخذوها لو قرروا ان هم برضو ينزلوا من نفسهم يعني يعودوا شوية لو كلمنا على الجوامع والمساجد عموما هي اجراءاتها سهلة بسيطة زيها زي الاجراءات الاقل كمان من اجراءات لو واحد رايح مو المسا فالاجراءات هوا ببساطة اللي ما ينفعش يستخدم الميضة وما ينفعش يتوظف الجامع يتوظف بيته بينزل معالم صلية بتاعته الجامع نفسه بي معلم علامات اكس مسافة مترين من كل واحد والتاني خلص الصلاة وبيمشي جاي مرتدي كمامة وللأسف يعني الناس الكبار في السن عندهم امراض مزمنة انا عارف قد ايه الموضوع ده صعب عليهم جدا بس على قد ما تقدر لو الجامع اللي جنبك زحمة وعارف ان انت هتختلط بناس صلي في البيت ده مش حرام ربنا يعني ده يعني يصل هلنا الكنيسة نفس الكلام لازم يفيه تابعاته اجتماعي اللي عارف برضو الكنيسة يبقى متحدد علامات اكس ما بين كل مسافة مترين من كل شخص والتاني الصلاوات المجمعة هي كده كده وقفة سواء الجمعة الصبح والحد الصبح للكنيس واليوم الجمعة للجوامة ده بالنسبة لدور العبادة بس طبعا نفسيا الناس مسترعيحة اكتر ان دور العبادة فتحة كنا فين وبقينا فين يعني على الال اه بس هتتحكم ازاي برضو يعني حتت ان اشغال الجامع يبقى بنسبة مثلا 25 لو قولنا 25% ما هو انا حامنع يعني ما الناس هتلاقيه فيه تضفق برضو ما كل واحد عايز يبقى من 25% لمختارين عشان يقعرف يصلي الفرد بتاعه فهيتصرفوا ازاي في المساجد هل حيمنعوهم بقى من يعني فيك يعني انت تطرقت النقطة مهمة وهاي مش بس في المساجد في الكافيهات وفي كل حاجة بالزبط اه ازاي عرف عمل كنترول هو خطة التعايش دايما بيبقى لها تلت اطراف التلت اطراف لو مش عارش مع بعض خطة نفسها ما بتنجحش طبعا الشعب بس الشعب الواحده ما ينفعش احنا شوفنا انجلترا اللي حصل فيها وامريكا مبرح الشواطئ في انجلترا كانت مليانة الافات على البيتش حاجة مش طبعية اكتصورة ضحك بصراحة يعني اسمها كوميديا سوداء لانه احنا عملين نقول ايه يعني فيه ناس اللي هما بقى كالعادة عندهم عوضة الخواجة يقول لك اصل وعي الشعب المصري مش زي وعد لا ده طلع هي قصة بني آدم وفيه ازمة انسان مش قزمة بقى شعب عن شعب كلنا شبه بعض كلنا واحد ننفعش في اي دولة نعتمد على وعي مواطن فقط الموضوع بينجح الموضوع لا محصلش في اليابان اليابان البلد الوحيدة اللي حصل فيها كده واحنا مش اليابان والأوروبا مش اليابان لا احنا دايما بنقول كوكب اليابان اه واحدهم اه دول يعني خلاص بقى دول استثناء وهم أثبتوا ان هم استثناء من زمان يعني فخليهم فده الطرف الاول بس ده عمره ما بيتحرك لوحده الطرف التاني هو بيبقى السلطة انه لازم بقى فيه حزمة اجراءات وقوانين تنظم الموضوع الجوامع محتاجة انه يبقى علامة اكس ده اللي مش واقف على اكس يوقفوه مع ال اكس بسلطة معينة لغاية ما الجامع يتملي والباب يتقفل خلاص نفس الكلام في الكافيهات محتاجين بس هالفكرة بقى في صعوبة كام حد محتاجينه من السلطة يعدي على كام كافية وقهوة في مصر عشان يتأكد من موضوع هو الضغطة هيكون كبير جدا الحاجة التالتة وده بقى المهمة المسؤولية الاجتماعية عند الشركات ومصانع واصحاب الاعمال صحيح هو دايما التلت اطراف اصحاب المصانع والمعامل حتى لو مش تكلمنا على ماكن الطرفهية مسؤولين عن حماية الموظوصين اللي عندهم يعني ما ينفعش بقى خاطة عبق مادي على الشخص اللي نازل من بيته وبيشتغل في مصنع العبق المادي ده يقع على صاحب المصنع ده اللي بيحصل في كل الدول لان احنا بنفتح الاقتصاد عشان المصانع تشتغل والشركات تشتغل لازم من الجانب بتاعه يبقى هو شايل جزء من المسؤولية الاجتماعية دي بيحمي الموظفين بتوعه بيحمي العمال بيتأكد ان الأماكن اللي بيشتغلوا فيها متهارة كويس ومتعقمة كويس جاب لهم أدوات حماية بيدي لهم توعية وهكذا التلاتة أطراف اشتغلوا مع بعض هيبقى فيه خطة تعيش فيه طرف منهم تقاعص ومرضش اشتغل غالبا الأرقام بتاعنا ده اللي شفنا احنا مش محتاجين نعيد انتاج العجلة احنا شفنا البلاد التلاتة ما نشتغلش مع بعض الأرقام بتاعنا نرجع تاني نقفل التلاتة يتضرروا وهكذا هي فيشل سايكل يعني دايرة مغلقة وعمالة لف طب يعني بما ان حضرتك بقى أستاذ فيه اقتصاديات الصحة الرؤية بتاعتك لللي جاي هل شايفها ان خلاص الحياة ما بعد احنا كلنا عارفنا خلاص انه الحياة ما قبله كورونا غير خالص الحياة ما بعد كورونا هل حضرتك شايف انه القصة هتمشي بعد كده ان هي هتفتح شوية فالإصابات تزيد فتقفل تاني فتهدى فتفتح شوية وحيبقى خلاص هو ده بقى سلوب الحياة للكوكب بقى الأرض سكان الكوكب ولا ايه شايفها ازاي كل سؤال حلو جدا وهو دايما احنا بنربط دايما التلاتة اللي يوم مربطين ببعض انتشار أوبئة والاقتصاد والسياسة الصحية التلاتة ساينسز بتدرسوا مع بعض وهم اليوم مع علاقة ببعض احنا دلوقتي يوم 27 النهاردة فتحنا الاقتصاد وناسا تنسل لو حصل زحمة ده هيبان امتى هيبان ما بين يوم 5 يوليو لعشر يوليو احنا مرقبين من 5 لعشر يوليو والارقام هيبان شكلها عمل ازاي لو لقدر الله زادت الاصابات هتبتدي تبان دي معناها ان على يوم تقريبا من 20 يوليو ل25 يوليو الوفيات كمان هتزيد ساعتها هيحصل اغلاق تاني لو الناس التزمت الفترة دي والاصابات مزادتش ما بين يوم 5 اليوم 10 ان شاء الله ترجعتين نرجع بقى اقتصاديا لو الناس التزمت انا شايف فيه فرصة للدول المتوسطة منخفضة الاقتصاد زي مصر مثلا ان احنا نقدر نستغل الازمة دي لصالحنا لو عرفنا نسيطر على ارقام لان الدول العالم كلها عندها تضرر رهيب احنا عندنا مدن سحلية كثيرة ممكن تتقفل بصفر اصابات ونبقى متأكدين ما خشتاش حد وتتفتح سياحيا عندنا اكبر مصانع ادوية مصدرة للأدوية في افروكي نقدر نحن نزود الانتاجية بتاعتها ونصدر كل الأدوية اللازمة لأفروكي عشان الحماية من كورونا وهكذا عندنا كمية مصانع مستلزمات عندنا اعمالة رخيصة او نسبيا اقتصاديا للدول اللي عايزة تعمل اوتسورسنج او اللي عايزة تحول الاعمال زي كول سنتر وزي خلافه نقدر نشتغل من البيت احسن فاحنا عندنا فرص جيدة ان احنا ننهض خصوصا العالم كله نزل الناتج قومي المحلي بتاع وفي حدود خمسة من الوقت احنا كان عندنا احسن ناتج قومي محلي السنة اللي فاتت في افريقيا وشمال افريقيا الوضع بتاعنا تضرر قليلا لكن لسه عندنا فرصة في العمالة لسه عندنا فرصة في التكنولوجيا المصريين شاطرين في الـ حاجات التكنولوجيا حاجات الـ دي لو عرفنا نزبط فكرة كورونا والاصابات ما تزيتش نقدر نخرج من الازمة كسبانين مش خسرانين تمام الاندير يا دي وبداية تعودة النشاط الرياضي انتعرف الماميز بقى والولاد حاجوا يتمرانوا دي حتتحكم ازاي يعني حيبقى شكلها 25% في النادي نتصرف ازاي السلوك اللي لازم تلتزم بيه الام والأولاد لما يبتدوا يروحوا يلعبوا رياضة في النادي نفس النقطة هنرجع تاني ان النادي نفسه محتاج احنا تعرفين كلنا ان النوادي بتبقى اشتراك شهري حتى كل الاطفال بيروحوا بيشترك شهرين محتاجين نتأكد ان هم هيقللوا وكمامات طبعا الاهالي زحمة جدا على البول لو عرفت يعني احجم الموضوع ده ان ما يشتركش اصلا شهريا غير نسبة قليلة ينتدى الارقام تقل طبعا الكورة نفس الكلام كل الانشطة الرياضية نفس الكلام لكن في الاخر اللي احنا بنقوله يعني لو الاطفال هتلعب في مكان او موضي الاطفال التمرين او حتى ناسكو تتمرن ينفع تمرن وفيه واخد بالي يعني لابس كمامة سايب تبايع ودكتماع على قد ما اقدر موضوع صعب لقيت الموضوع صعب بلاش كلها شهر احنا قدنا 4 شهور حسيت ان الموضوع مش امان ليا والعيلتي والطفلي بلاش شهر كمان استنى شوف الغضع على شكله عامل ازاي وحاول اشوف مكان اهدى وافضى زي الجم الناس كلام ستنيه ورضو الجم يفتح الجم لو زحمها هيبقى كارسي ده من اكتر الاماكن اللي فيها سوائل وعرق واختلاط ما بين الناس لقيت الجم زحمها مش لازم خلاص انا سنية 4 شهور استنى شوية كمان ناس كتير شايفة انه الشواطئ اولا ده ما كان مفتوح قاعد يقولوا الشمس بتقتل الفيروس مية الملح نفسها مية البحر الملحة دي بتشفي من امراض كتير اه يعني عشان بس المشهد بتاع انجلترا يعني هو ما يدروش يسيطره قوي عشرة لكن لو الشواطئ مثلا على مسافة كل شخص والتاني وهنا مسافة بقى مش مترين هنا اكتر يعني هو من باب الامان ان انا مش حق دراحكم الزحمة فقلنا نقفلهم الهوى اللي على البحر بيخلي الرزاز حتى تطير اكتر من مترين فبالتالي طب ده احنا كده هننسى البحر فترة طويلة صح يعني الصيف ضرح علينا خلاص مبدأ اي اه يعني لسه بنعمل ايه لابلونة اختبار في الكافيهات فيعني ننسى دلوقتي على اقل الشواطئ العامة طبعا كلها لسه دمها كتير جدا والشواطئ الخاصة بتاعت القوتلات لو عرف يحافظ على تباعد خمسة متر على اقل من شخصه التاني هيكون كويس وده صعب طبعا خطة 20-30 التنمية المستدامة فيروس كورونا دخل كده في النص يعني هجم هجمة مفاجأة تأثيرها ايه هيعطل ايه بالزبط في خطة 20-30 هو هيعطل حاجات بسم تالي هيساعدنا في حاجة ايه اقول ممكن يساعدنا في ايه احنا كان في 20-30 عندنا خطة تستهدف ان احنا بقى عندنا لا مركزية في القاهرة تمام دلوقتي احنا بطني نشوف ان القاهرة فيها اعلى عدد اصابات القاهرة كبرى القاهرة والاليوبية والجيزة والفيوم ده وقت مثالي لو احنا عايزين فعلا نحاول نعلي من بقية المحافظات نحاول نوجه الاقتصاد والرؤوس الاموال انت لو عايز تفتح مشروع دلوقتي ممكن تروح تفتح في الاماكن البعيدة اللي ما فيهاش اصابات اللي هتبقى متأكد ان فيه عمال كلام ده لو عرفنا نستغله هنوصل لحاجة احنا لغاية دلوقتي مكناش عارفين هنوصل ازاي اللي لا مركزية في القاهرة والكبرى ده فرصة كويس الحاجة التانية هي فكرة التأمين الصحي والفلوس احنا كان عندنا مشكلة جديدة ان 20-30 مفروض يكون تطبق التأمين الصحي الشامل على مصر كلها اللي حصل صحيح حصل يعني اهلاك رهيب لكل البجت اللي محطوطة للصحة صحيح لكن حط العين والدوق على ان الصحة مهمة من تهالي احنا مش هنجد صعوب وبعد كده ان احنا ناخد ميزانية اعلى لوزارة الصحة وللأدوية وهكذا فنقدر نوصل اصرع احنا كان مفروض نوصل لـ 20-27 ان القاهرة تبتقي تخش في منظومة التأمين الصحي الجديد تالي يبقى اصرع كان عندنا منظومة الشرق الموحد وهي الشرق الموحد انها تنشأ تبتدي تشتغل دلوقتي تشتغلت اصرع عشان الازمة هي تدوق المصرية نفس الكلام فاحنا في حاجات تبتدي تتسرع بسبب الازمة الحاجة اللي تدررنا منها هي السياحة طبعا نتكلم في اعلى دخل موجود عندنا يعني السياحة دول غلابة قوي يعني 2011 اول قطاع الضر كان السياحة وملحقش يعني يقوم على رجلي رح برضو جات كورونا يعني قطاع حساس جدا هي فعلا جدا ودايما بيقولوا عليها يعني اقتصاد هاش لانه بتأثر بأي عامل خارجي صحيح حتى لو بركان حصل في ايسلندر بتلاقي الحسيحة عندنا تأثرت فهو ده قطاع الاول قطاع التاني طبعا قناة السويس تأثرت كثيرا يعني والتصدير وتحولات المصري من خارج دول اربع حاجات تأثرو واللي حاليا خلتنا نبقى محتاجين ان احنا الاحتياط بتاعنا النقضي يقل فمن محتاجين نزوده عن طريق البنك الدولي او عن طريق اي شيء اخر ده ينفع هيتعوض امتى لو خلصنا من الازمة بدري نقدر ان شاء الله السنة الجاية واللي بعدها نتعافى ناخد سنتين لو لقدر الله الموجة دي طولت والاصابات طولت غالبا هنتطول ممكن نوقع 5 سنين عشان نتعافى هنقدر نلحق نعمل نفس الخطة في 2030 نلحق نقدر نعمل نفس الخطة في 2030 لو عرفنا نستغل الحاجات اللي ممكن نطلع بيها من كورونا لصالحنا تعوض الحاجة اللي احنا خسرناها في الاربع كطاعات اللي احنا كلمنا عليها هل نقدر نقول جائحة كورونا دي ابتدت يعني اتت بالضرر على من يعمل في مجال ريادة الاعمال المشاريع الصغيرة والمتنهات الصغر وخصوصا انه دي كانت من ضمن ملفات 20-30 هو تشجيع ريادة الاعمال دي نقطة حلوة قوي هو عموما ان اقتصاد بيقوم على حاجتين حاجة اللي هي الصغيرة والمتوسطة ومتنهات الصغر انه دول اللي بيحركوا دايما الفلوس جوه البلد وعلى مستوى العالم كل دول تأثروا كثيرا في كمية مشاريع قفلت تماما بسبب الجائح اللي مصر عملته من خلال البنك المركزي انه هو ابتدوا يدوا قروض او يتنازلوا عن الفوائد للشركات الصغيرة ومتنهات الصغر دي حركة جيدة انه هم يقدروا يخليهم على الأقل يعدي الشهر اللي جاي بس لو ما كملناش الشهر اللي جاي لو كملت اكتر من كده هم مش قدروا يستحملوا الدولة مش هتقدر منها تتعاونهم او تدي لهم تسهيلات اكتر من كده فبرضو دي لو تأثروا كل الاقتصاد بيتأثر دول اكتر حاجة بنقول عليها معيار للاقتصاد سواء الصحي او العادي فانا تمنى انها تخلص بسرعة عشان دول العصب بتاع الاقتصاد النصائح الأخيرة ما بيشتغلش وقعت في البيت وما فيش لازمة ينزل ما ينزلش الكمامات مهمة جدا ما فيش حاجة اسمها سلام احنا مرجناش نسلم تاني على بعض لسه ما بنسلمش لسه ما نبص لسه بنسيب مسافة مترين ما بينه وبين اي حد لو روحت اي مكان احسنت انه زحمة وانا مش امان ان انا خشه بلاش هتيجي تاني يومين تلاتة لو انا مش لاقي كرسي على قهوة ربنا يستر ان شاء الله احنا مش عايزين نقول مش هتلاقي سرير في مستشفى فكرسي على قهوة هيتأجل يومين تلاتة احسن بكتير منو نقعد نلف على مستشفى خصوصا من احنا بتاقينا نوصل لقدرة استعبية ضعيفة شوية في المستشفيات وابتدت السرير مركزة تقل فنقعد في البيت لو ملهاش لازمة تنزل ربنا يحفظنا جميعا خط التعايش بس عشان الاقتصاد مش عشان الترفيه ان شاء الله ربنا يحفظنا جميعا ان شاء الله بشكر حليك شكرا جزيلا دكتور اسلام عنان استاذ علم اقتصاديات الصحة وعلم انتشر الاوباء صباحك صباح الورد بشكرك شكرا جزيلا ومشاهدين يعني زي ما قلنا انه حياتنا ما قبل كورونا اتأثرت وبقت مختلفة تماما ما بعد كورونا شفنا مشاهير اتجوزوا في جائحة كورونا فده حيخلينا نشوف بقى طيب ماذا بعد ايه شكل الافراح الفترة اللي جاية فترة الفتح في كورونا ولكن بعد الفاصل